أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل غيرت الأحداث فيكم شيئا تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما شفنا الأحداث التي تحدث الآن في غزة ووالله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لما يحدث في أرض غزة ولأهلنا في غزة لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى لما نشوف الأطفال بيذبحوا ويقتلوا وكذلك النساء والشيوخ الكبار وهدم البيوت والمساجد والمستشفيات وقنص سيارات الإسعاف وضرب البنية التحتية من المياه والغاز والكهرباء إلى غير ذلك من تلك الحرب حرب الإبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله هل يعني حياتك ما تغيرتش وحياتك ما تغيرتش الإنسان اللي لسه مقيم على ذنب وهو يعلم إن ذنب ده هيأخر الأمة ويأخر النصر عن الأمة فإنما تنصر الأمة بصلاح أفرادها وتهزم بذنوب أفرادها فانصروا أمتكم بصلاح أحوالكم أيوة رب الكعبة ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية بالليل وصابح تاني يوم الصبح المعركة كان يمر على الخيام فإذا مر على خيمة ووجدهم يصلون قيام الليل ويقرؤون الكرآن كان يقول من هنا يأتي النصر نعم من هنا يأتي النصر بصلاحكم وعودتكم إلى ربكم سبحانه وتعالى فجعلوه يوم التوبة نتوب كلنا ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى عشان لما ندعو لأهلنا في غزة وفلسطين وسوريا والسودان وسائر بلاد المسلمين ربنا يستيب دعاءنا بفضل الله فاللي مقيم على زنبي يلحق ويتوب ويرجع إلى ربنا يعني لما شفتوا المجازر ديت وشفتوا حرب يعني حرب الإبادة التي تصلت على أهلنا في غزة لسه الحياة أوي غالية علينا في قلوبنا بالمنظر ده مش شايفين أحوال الناس عاملة ازاي وشفنا الحياة في لحظة كل هؤلاء كانوا عايشين آه كانوا محاصرين لكن كانوا عايشين ولله الحمد وأسر بتتزاور ونازل وشباب بيتجوز وبناب بتتجوز وبينجبوا ويفرحوا ويسعدوا ويكتهدوا ويحفظوا كرآنوا ويصلوا ويعبدوا ربنا وفجأة انقلبت الأرض إلى كتلة من النار وكتلة من الضمار ولا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى فكل ده لابد يترك أثر في الفصنا إن احنا الدنيا مش مضمونة نرجع وانتوب لربنا سبحانه وتعالى عشان حتى لما ندعوا لهم ربنا يستجيب دعاءنا اللي تارك للصلاة لسه لحد الآن مش عارف قدر الصلاة هؤلاء في غزة في أئز الدرب والقصف بالطيارات والدبابات تجدهم وقفين تحت الأنقاض في كل وقت صلاة وقفين بيصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك الطيارات عمالة بتضرب فيهم وهم وقفين الله أكبر وقفين بيصلوا بكل ثبات وكل شموك بفضل الله عذرك إيه يا تارك الصلاة يلي تارك الصلاة وانت قاعد في كل في أمن وعافية وسلام وطعام وشراب وحياة ورفاهية ما عذرك في ترك الصلاة حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي هاجروا القرآن أهلنا في غزة بفضل الله فيهم بفضل الله عشرين ألف واحد يحفظون القرآن كاملا اسمهم صفوة الحفاظ إيه صفوة الحفاظ دول سمعوا القرآن كاملا في جلسة واحدة من الصباح إلى المساء عشرين ألف منهم الشهيد الساجد يعني لا نزكيع الله نحسبه كذلك ولا نزكيع الله هذا الشهيد الساجد كان من كتيبة الحفاظ ومن صفة الحفاظ وكان يختم الكرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى إوا تحسبوا أن هؤلاء المجاهدين دون ناس بوسطاء كده يعني يعني مش متعلمين أو أنصف متعلمين ده منهم اللي حصل على دكتوراه ومنهم اللي حصل على ماجستير وأقل واحد فيهم واخد لصنس أو بكالوريوس ولكنهم نظروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وللدفاع عن الأرض المقدسة وعن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى بفضل الله فما عذرك يا هاجر الكرآن اللي قاعد في بيتك والمصحف أمام عينيك وما عذر أي إنسان يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى واللي لسه مش محجبة لحد النهاردة ما عذرك شفتي أخواتنا المحجبات في غزة في عز القصف وعز قتل أطفالها وزوجها وأبوها وأمها وهي محتفزة بحجبها وحيائها بفضل الله سبحانه وتعالى تحتسب كل أهلها عند الله ولا تقول إلا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فعذرك إيه أخت الفاضلة اللي لسه ما فكرتيش تلبس حجاب لما شفتي كل هذه المذابع والمجازر وحرب الإبادة دي كل ده ما خلاش الدنيا تهون في قلبك شوية وتخليك تفكر في أخرتك واليوم اللي هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان يسألك ليه ما البستش الحجاب رغم أن أنا أمرتك بلبس الحجاب واللي ظالم للناس لسه ترى بتفكر ريسة تستمر في الظلم ولا ناوي تتحلل من المظالم أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حينما قال للصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عليه ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ثم جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخارين قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار واللعاق الوالدي يطرى لسه بتعق والديك أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبران في الكبير بإسناد حسن حينما قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ثلاث أصناف من الناس ربنا مش هيئبل منهم يوم القيامة لا فريضة ولا نافلة وكان أهل الثلاثة العاق الوالدي العاق الوالدي لو صلى وصام وزكى وحج وجاهد في سبيل الله وأنفق ما له كله ما قبل الله منه فريضة ولا نافلة ما دام أنه عاق الوالدي فبروا أباءكم وأمهاتكم طيب يا شيخ محمود واللي كان عاقب أم أبوه وماتوا خلاص يبروهم بعد مطهم بإن هو يتصدق عنهم يستغفر لهم يدعو لهم يعمل لهم صدقات جارية بفضل الله لو ما كانوش حجه يحج عنهم بس يكون حج عن نفسه لو ما كانوش اعتمره يعتمر عنهم بس يكون اعتمر الأول عن نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى واللي قاطع الرحم لسه قاطع الرحم صلوا أرحمكم قال جل وعلا فهل عسيتم انت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أكيد حبيبي كل الأحداث ذيت لازم تغير فينا حاجة لازم ترجعنا لربنا لازم ترجعنا للصلاة والقرآن والذكر وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتام والأرامل لازم تحسسنا بمآس الآخرين لازم تخلينا نستعد للآخرة بفضل الله ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا ترجمة نانسي قنقر